اكد الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المفدى خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس على اهمية دور المواطن في بناء وتطوير مملكة البحرين نعم اهتمام جلالة الملك المفدى الدائم بالمواطنين وانجازاتهم سهم في رفع سقف الطموحات والوصول الى الاهداف المنشودة مشروع اصلاحي مستمر في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه انار الطريق امام ابناء الوطن من اجل الاستمرار في العمل الوطني وتحقيق التطلعات بخطوات وثقة لبلوغ اعلى درجات الانجاز رفع اسم الوطن هو الهدف الذي يعمل من اجله جميع ابناء البحرين في مختلف المواقع وهذا العمل يقابل بالتقدير من قبل عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تأكيدا على ان المواطن البحريني هو الثروة الحقيقية لبناء المجتمع وتطوير الحياة فيه ومن منطلق اعتزازنا بما يبذل من جهد وطني مخلص في ميادين الانتاج والبناء نتوجه بالتحية والثناء والتقدير لعطاء مواطنيننا الكرام برجالهم ونسائهم ونحن نمضي معهم بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة الكريمة واضعين تقدمنا الحضاري نصب عيوننا تحت لواء دولة المؤسسات والقانون رؤية تنموية عصرية اسسها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حققت النهضة والتقدم من خلال منهجية حضارية رفيعة ساهمت في تطوير آلية العمل والانجاز حرص أبوي من قبل جلالته لرعاية ومتابعة جميع أبناء الوطن لتحقيق قصص نجاح وطنية من خلال العزم والإخلاص الوطني شوقي العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين